محتاجة دايرة وهعملها بكارتونة وبالقلم والمصطرة هقيس ستة سانتي وده هيكون مركز الدايرة علشان انا عايزاها مقاس اتنشر سانتي وهقطعها بالقطر او المقاس وهعمل دايرة كمان مقاس عشرة سانتي وتمانية وستة واربعة واثنين سانتي وهقطع ورق فوم بنفس المقاسات الدوائر اللي انا عملتها وهلزق الفوم على الكارتون وهلزق بس الدايرة الكبيرة من الناحيتين وباقي الكارتون ناحية واحدة بس وانا عندي ستراس هاخد منه صف واحد وهلزقه على كل الدوائر اللي عملناها وبعدين هسبت الدوائر على بعض بالشامة وهيعملوا لشكل دا هجيب بقى زازة بيبسي فاضية وهقطع منها الجزء اللي فوق والجزء اللي تاعة وممكن بقى نثبت من فوق الازازة فوم وممكن لزء زي دا هحط من فوق خطين فوق بعض وخط من تحت ومن نص الازازة هقطعها الفوق وتحت بالقطر هقطعها كلها بنفس الشكل دا وهدني بقى الازازة بنفس الطريقة دي وهتديني لشكل دا وبالشامة ومهم ان يكون الشامة من السخن قوي علشان الازازة ما تسهش هحط الشامة على الازازة من فوق وهسبت عليها الدوائر اللي عملناها ومن تحت هعمل دايرة كمان مقاس 12 سنتي وهحط عليها ورق فوم وستراس ودي شامعة هاقسها على الكارتونة وقطعها ومقى الازازة وهسبت الشامعة بالشامعة في الكارتون من تحت ودي حلية سطارة عندي شيلت الجزء اللي بيكون فيها من تحت وهسبتها في الكارتونة من فوق وهيبقى دا شكله ممكن اسيبه كده بس دا انا عندي ستراس فهلزقه على الفنوس كله بالشامعة بس برضو ما ننساش الشامعة يكون مش سخن قوي علشان الازازة ما تسهش وكده شكله بعد ما خلص اتمنى يكون عاجبكم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر